اشتركوا في القناة التي حددها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عملا بمضمون الخطط والبرامج الصحية الحكومية التي يتم استحداثها بين الفترة والأخرى واستجابة للتعليمات الإرشادية التي يعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بين الحين والآخر بشكل يتناسب مع الوضع القائم للحالة الوبائية التي تشهدها البحرين تتواصل التأكيدات الرسمية على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليص رقعته في المجتمع وذلك من باب حرص الجهات الصحية المعنية في المملكة المستمر من أجل الإبقاء والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين باعتبارها أولوية قصوى وهدفا يبقى ماثلا نصب الأعين تحاببه الجهود الوطنية كافة للتصدي لوباء يجدد من طرق انتشاره خفية ودون سابق إنذار تستهويه الأجواء المغلقة والتجمعات الكبيرة التي توفر له خاصية الانتقال من شخص مصاب لم تظهر عليه أعراض واضحة إلى مجموعة ليس لديها علم بالخطر القريب منها ومن أجل تفادي ما لا يحمد عقباه فإن أهمية لبس الكمامات داخل المنشآت الصحية التي يقتضي فيها الأمر ذلك وعند مجالسة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أمر لا يجب التقليل من شأنه خصوصا في محيط الأفراد الناقلين للعدوى وهم لا يدركون ذلك على أن يكون في الوقت ذاته لبس الكمام اختياريا في المناطق الداخلية والخارجية التي حددها وأشار إليها الفريق الوطني الطبي الذي بدوره يعول على الوعي المجتمعي بشكل كبير من خلال المبادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس بكامل جرعاته بما فيها الجرع المنشطة لرفع الاستجابة المناعية للجسم وتحقيق الحماية من الفيروس ومتحوراته إلى جانب ضرورة إجراء فحص فيروس كورونا عند الشعور بأية أعراض للفيروس كارتفاع درجة الحرارة والسعال وضيق في التنفس